اشتركوا في القناة لان هي فروزن اصلا ملكة الجليد تنفع لكل الترطات المناسبة للفترة دي من السنة اللي احنا فيها فسبيلي نفسك خالص ويلا نستمتع بشغل حلو ومتعوب عليه وفيه فكرة وتفاصيل نقول بسم الله اول حاجة انا معايا شوية محترمين كده من الكريمة حوالي 200 جرام هلون نص الطبق ده باللون الازرق يعني حطيت يا دوب نقطتين تلاتة كده من اللون الازرق في نص الطبق فعمالي لابني وهنا حطيت ازرق مع اخضر انا عايزة اعمل ازرق مع اخضر ليه عشان اخد تيفان تيفان ده من احلى الالوان اللي ممكن تعمليها في الكريمة لون التيفان هو الفاتح بتاع التركواز تركواز بيبقى غامق شوية انما تيفان ده باللون البحر هزود كمان سنة اخضر عشان اظهر التيفان طبعا التيفان بنعمله من الاخضر والازرق تمام لكن الازرق بيكون اخضر ما تزوديش الاخضر شوفوا بقى الفرق بين الدراجتين هنا هزود سنة من اللون الازرق عشان يديني يعني لبني صريح بصوا بقى الفرق بين الدراجتين الدراجتين اصلا لايقين على بعض قوي والفرق بينهم واضح لكن لايقين جدا على بعض تمام؟ تعالوا من تحت هحط اللون التيفان ومن فوق هحط في الكيس التاني لون اللبني هبدأ كده ازبطهم على الكيك زي ما احنا متعاودين مع بعض الكيك اللي معي هنا مقاس 22 بيكفي 12 فرض كيك عالي والطورتة دي لازم تكون عالية شوية يعني اربع طبقات ماينفعش تبقى ثلاثة بسبت ايدي من فوق عشان ناخد الشكل الشارب النايس الحلو ده وبسبت ايدي من تحت علشان خاضر كمان اجلز التورتة كويس طبعا اي كريمة نقصة بروح في الطبق ازودها عشان تطلع مظبوطة كده على الكيك اي كريمة اي كريمة لازم تزوديها في المرحلة دي علشان ما تيقكيش بعد كده في التجليس طيب دلوقتي بعد ما فردناهم كده بالسباتيولا سكرابر بتاع الجميل الطويل الحلو اللي استلس اللي انا بحبه وابدأ اجلس كل الجناب كده مع بعض وبظهر السكرابر اشيل لجوه عايز اقولك ان انت كل مرة بتشيلي فيها كريمة لازم تفضيها في الطبق لازم حرف في السكرابر معاكي يفضل نضيف في كل مرة بتحطيها على سطح التورتة وإلا هيتناعكش مش هيتزبط اسباتيولا سخنة وببدأ كده امسح على وش التورتة من فوق عشان اي نغبشة في الكريمة تتشيل معايا انا جبت هنا السا السا جبتها طوبر من المكتبة ارتفاع 8 سنطي النص بس وانا اللي مختاره الشكل ده تبقى رفع ايد ومنزل ايه مية من الحنفية في طبق معايا شوات مش هيتزبط غسيل حلوين وكمان معاكي الريس بيبر الريس بيبر ده انا كنت جايباه المغلف بيبقى فيه خمسة الريس بيبر وده اللي هو ورق الرز كنت جايباه خمسة بخمسين جنيه المغلف فيه خمس ورقات الورق قطرها حوالي خمسة وعشرين سنطي بتبقى نشفة كده مش بس ممكن تجيبيها من مستلزمات الحلويات انتي ممكن تجيبيها من اي هايبر ماركت لانه بيتباع عادي في الهايبر ماركت اسمت اول ورقة اتنين وتاني ورقة برضو اسمتها اتنين تعالوا تالت ورقة هتشوف هنعمف ليها ايه مع بعض بعد ما هقسمها اتنين كده بالنص انا عايزة استغل لأكبر قدر ممكن هاخد النص ده كمان وهاخده بالورب كده هعمل بيه شريطين طوال فيه نص تاني انا هاخده اقسمه ربعين يعني انا كده معايا اكتر من نص ومعايا ورقة اسمتها ربعين وشريطين معايا هنا طبقين طبق حطيت فيه لون ازرق يدوبك هي نقطة واحدة طبق تاني زودت فيه الازرق وهحط فيه اخضر عشان يديني التفان زي ما لو انت الكريمة فاكرين في اول الفيديو هعمل كمان هنا نفس الستايل شوية تفان وشوية لبني تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه الرئيس بيبر ده اللي هو ورق الرز لما بنحطه في المياه بيبدأ يتبل ولما بينشوف بعد ببنبله بيبقى يعني قاسي كده وقوي اي حاجة عندك بقى مستديرة برطمان ماشي كباية ماشي نشابة مش هتقولك لأ اي حاجة بس تعمل تمويجة في المفرش اللي معايا معايا مفرشين مفرش مسكته كده بمشابك الغسيل والمفرش التاني حطيت تحته البرطمانات هبدأ انزلها كده وبلها في المياه لغاية لما تطر خالص وباجي فوق الورقة بالزبط وبحط نقط لون تاني علشان تعمل تشبيحة في الورقة نفسها لما انا بنزلها في المياه كلها الملونة كلها بتاخد نفس الدرجة انا عايزة كلها تبقى بنفس الدرجة بس اخذ تشبيحة لون عشان كده شايفين لما حطيت الاطرتين فوقها بالزبط بصوا وعملوا ازاي هو ده اللي انا عايزة عايزة يبقى فيه تمويجة في الالوان تشبيحة في الالوان انا بعمل ده كله ليه يا بنات عشان انا عايزة اعمل فستان السا فستان السا اكتر حاجة هي بتشهر السا والبنات بتحبها وماش كده زي الورجانزا مع التول اعدت افكر كتير ازاي هعمل التكنيك ده بعجنت السكر طبعا ما كانش هينفع ابدا لان عجنت السكر خمتها تقيلة ومش وقفة ومش نفسها نفسها دي بالعكس منسابة اول تحت برضو ما كانش هينفع يتعمل بالشوكولاتة الشوكولاتة مش شفافة اعدت افكر افكر وعصر دماغي ايه اللي ممكن اعمله يعمل لي فكرة فستان السا بالزبط ما لقيتش احسن من رايز بيبر هنا كمان حطيت نقطة كده من اللون الازرق وبدأت ازود التشبيحة كمان وكمان الفكرة في الريز بيبر هو كشكل تزيني اه بس الاحلى والاحلى انك تعرفي ازاي توظفيه في الطرطة يعني ازاي تستخدميه يكون ليه وظيفة ودور اللي يشوفها يقول الله فعلا ده ما كانش هينفع غير بالطريقة دي ده دي انسب طريقة لعمله هو ده الفكرة اللي بيزين كتير بس اللي بيوظف الخامة اللي معاه بيحس تديه افضل واحلى شكل بيبقى نسبة قليلة شوية انا هنا حطيت ازرق مع اخضر وكمان هبدأ احط نفس التطشات اللي عملتها بس بقى بالتركواز مع الازرق والاخضر الفستان بتاع إلسا فيه اكتر من لون فيه بمبة فيه لبني فيه ازرق فيه تركواز اللي هو اتفاد الفاتح فيه شيفون شفاف كده من غير اي حاجة التدريجة دي كلها هتديني ميكس حلوة قوي ده دلوقتي بعد ما نشف سيبته 24 ساعة على مفرش السيليكون واوعي اوعي اوعيته حطيه على ورق زبدة لانه هيلزق عليها وهينشف عليها ومش هيطلع وهتعيطي وكلنا هنعيط خلاص فده بنستخدمه على السيليكون بس تعالوا بقى شوفوا هنوظفه ازاي انا جبت القطعة اللي عملتها على شكل مسلس دي طبعا المسلس دي كانت نص نص وواحدة عادي يعني اللي هو مش انا قسمتها بالنص دي نص وواحدة عادي بصوا انا احب اقولكو حاجة الورقة بتبقى اخده كيرف يمين يا اما كيرف شمال هشوف الورقة رايحة معايا كيرف يمين ولا شمال وهحطها في الجزء اللي هي رايحة فيه علشان تديني تمويجة الفستان إلسى رفع ايد ومنزلها ايد وده الطلب اللي انا طلبته من البنوتة انها تعمل لي كده هي بتبقى بتفرد ايدها كده وبتقعد تغني بقى وبتندمج فالفستان بيطير في كل حتة لانه معمول من التلج فانا حبيت اعمل نفس الرافل زديه من الفستان وكأن قطع الفستان او يعني القماش بتاع الفستان رايح منها يمين ورايح منها شمال هحط واحدة عند اليد بالزبط اليد الشمال مش دي الشمال ولا اليمين هحط واحدة عند اليد اليمين كده وهي بترفعها وهحط واحدة من ورا كمان وهنا كمان هحط واحدة عارفين الاتنين اللي ورا دول هم الربعين اللي احنا قسمناهم فكده انا لما قطعتهم قطع مختلفة نص وربع وشرايت عرفت اوظفهم كويس قوي القصير من ورا والطويل قدام هنا بقى الاصر بتاع إلسا برضو عملته طبر بس لقيته هنا هيبقى مدايق اليد فشلته وحطيته النحية التانية انا عايزة كل تفاصيل الطرطة لما اصنطرها في زاوية التصوير كده تبان وقد كان تعالوا لسه آخر تفصيلة التفصيلة دي بقى هي اللي هتبين فعلا فعلا ان الفستان ده أورجانزة مش ورق رايس بيبر انا حطيت ضست صدي مع موف اللي اتنين دول مع بعض لما رشاتهم كده اداني لمعة تحفة تحفة في الفستان عايزة اقول لكم ان انا لما نزلتها على الجروب محدش صدق ان ده بيتاكل كلهم كانوا مفكريني مستخدمة وماش فعلا بس اتفاجئوا ان ده بيتاكل هو على فكرة للامانة يعني طعمه عادي جدا 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 يعني طعمه عادي يعني عارفين ملوش طعم زي المية كده ومقاستك شوية طبعا ده شيء طبيعي لانه شادد لكن احنا مش حابين هنا فكرة الطعم ومش عارف ايه لا الطعم في الطرطة وفي الحشو حابين ناخد الشكل الطحفة ده ودلوقتي بقى اوه حد يخلص الفيديو انا لسه ما خلصتش مش بس كده تعالوا مع بعض نعمل حساب تكلفتها انا حسبا لكم كلفتها ايه وبعتها بايه وتقدري انت لو في مكان تبعيها بايه لا تظلمي نفسك ولا تظلمي الشخص اللي انت هتديه له تعالوا بسم الله الرحمن الرحيم ودلوقتي تعالوا نعمل مع بعض حساب التكلفة انا استخدمت فيها دقيق سبونش 600 جرام ب17 جنيه واستخدمت كمان 7 بيضات ب21 جنيه واستخدمت نص كيس محسن جل ب2.5 واستخدمت كريمة 350 جرام ب40 جنيه استخدمت سكر بودرة وسيرب ب5 جنيه الوان ب5 جنيه ورق رايس بيبر استخدمت 4 ورقات الورقة بعشرة جنيه يبقى دول ب40 جنيه جبت الريس بيبر ده شحن ب50 جنيه فانا حملت على الترطة من سعره 20 جنيه لان لسه معايا ورق تاني هستخدمه في حاجة تانية فاديته بس النسبة من الشحن استخدمت شكل الستوبر ده انا اشتريته بعشرة جنيه القعدة والعلبة اللي عندي القعدة كانت بعشرة والعلبة بعشرة فيبقى كده 20 جنيه غاز وكهربة ومية ب15 جنيه معامل هلك بعشرين جنيه التوصيل كان بعشرة جنيه يبقى كل الحسبة دي لما حسبها معاك يتطلع ب226 جنيه ترطة مقاس 226 جنيه ما تعتبرش رخيصة كتكلفة لكن شكلها يتبع كويس فدي اول حاجة تبدأي تبيعيها تبيعيها ب350 جنيه ده اول سعر للبيع يعني ما ينفعش اقل من كده لما هتبيعيها ب350 جنيه هتكتبي فيها 125 جنيه طيب تتحمل معاك تبيعيها لغاية كام تتحمل معاك لغاية 450 و500 جنيه لو انت في مكان كويس بيستحمل السعر تتحمل معاك لغاية كام تتحمل معاك لغاية 500 جنيه يعني لو انت بيعتيها ب500 جنيه هتكتبي فيها 274 جنيه وانت مكلفها اصلا 226 يعني انتي كده بيعها بأكتر مكلفتيها يعني مكسب أكتر من مية في المية وللعلم في بعض الناس بتبيع الستايلات دي بستمية وبسبعمية ونفس المقاس اللي أنا عاملاه كل واحد على حسب منطقته وكل واحد على حسب العميل اللي هياخد منه هيتقبل السعر ومرضي ولا لا حلو الكلام أتمنى النهاردة أكون وفيت كل حاجة فيها وإن شاء الله تجربوها وتعجبكم وإوعوا إوعوا إوعوا تنسوا اللايك وتنسوا الشير 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 واللايك بليز علشان نوصل لأكبر قدر من الناس تشوفنا وتستفيد ربنا يجعلكم دايبا سبب النفع للناس نورتوني وشرفتوني